تقول في سؤالها الرابع كيف يكون الحب في الله يكون الحب في الله إذا كان من أجل الدين ومن أجل عبادة الله سبحانه وتعالى إذا كان الباعث على ذلك مرضات الله جل وعلا والباعث على ذلك صلاح الشخص وقربه من الله فإن هذه محبة دينية وقد قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أحب في الله ووالى في الله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك وقد صارت عامة مؤخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا